السلام عليكم أصدقائي في هذا الفيديو سوف أعطيكم معلومات عن ميتاق الهجر الجديد للأمم المتحدة الذي يمكنه أن يغير العالم للأبد ليس الآن بعد توقيعه لا إنما في المستقبل سوف أخبركم لماذا توجد دول مثل أمريكا النمسا أستراليا من جهة التي تعارضه بشدة ولا ترغب أن توقعه ولا ترغب أن تلتزم به وهناك دول في المقابل دول عالمية كثيرة من بينها ألمانيا تريده وتدافع عنه وتراه الحل الأمثل لمشكلة اللجوء ومشكلة الهجرة سوف أخبركم بهذا الميتاق ميتاق مهم ممكن سمعتم عليه بالأخبار ممكن بالألمانية اسمه ميغراتسيون سباك سوف أبدأ بالشرح باختصار في هذا الفيديو لأنه فيديو أولي وحاليا الدول لا ترغب بإعطاء معلومات لكن حصلنا من خلال بعض الصحف المستقلة على بعض المعلومات التي تم تسريبها وسوف أخبركم بها سيكون اجتماع في شهر 12 سنة 2018 يعني شهر ديسمبر شهر دجمبر 2018 يومين العاشر والحادي عشر من ديسمبر في مدينة مراكش بالمملكة المغربية سيكون اجتماع عالمي لكل دول الأمم المتحدة سوف توقع على هذا الاتفاق وبعد ذلك سوف يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ هم يقولون حسب الوثيقة بأن هذا الاتفاق غير ملزم لأي دولة يعني أي دولة سوف توقع عليه فهو غير ملزم يعني ليس بالضرورة أن تلتزم بكل البنود التي فيه فيه 25 بند أو 26 بند لكن الدول غير ملزمة بتنفيذ كل البنود يمكن أن يلتزم بواحد أو اثنين يمكن أن يلتزم بكل البنود إلى آخر ستسألونني الآن مارو ما هي البنود التي توجد البنود التي توجد في هذا الميتاق بنود تورية للغاية أصدقائي من بين البنود لا يوجد فرق بين المهاجر الشرعي والمهاجر الغير الشرعي يعني مثلا شخص هاجر بلده لأنه وجد عمل مثله مثل شخص هاجر بلده لأنه مثلا لاجئ مثله مثل شخص هاجر بلده لأنه يبحث عن عمل أو هاجر بلده لأنه في بلده يوجد فقر أو هاجر إلى بلده لأنه يعني لا يوجد فرق بين هجرة شرعية وهجرة غير شرعية المهاجرون سواسية في البلد التي يذهبون لها الميتاق أيضا يقول بأن أي مهاجر كيفما كانت صفته جاء من أجل هربا من الحرب أو هرب لأنه يوجد فقر أو هرب لأنه يوجد جوع أو هرب لأسباب سياسية أو اقتصادية الدول التي يمشي إليها يطلبون من تلك الدول أن تعطي حق العمل حق السكن حق المدرسة له ولأطفاله حق أن تلتحق به أسرته حق أن يعيش أن يحصل على أوراق يحصل على أوراق إقامة إلى آخره رائع من بين البنود أيضا أنه يعني يكون هناك اتحاد بين الدول الدول تتوحد فيما بينها من أجل تبادل المعلومات أن يكون هناك غلق وحراسة مشتركة للحدود ومنع تدفق المهاجرين أن يكون هناك القضاء التام على المهربين إلى آخر من الأمور يعني أمور رائعة رائعة إذا تحققت بالفعل لكن لكن بالمقابل بالمقابل يقولون هذه الأمور غير ملزمة ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بأن دولا مثل ألمانيا مثلا ألمانيا إذا وقعت على هذا الأمر الشهر المقبل بمدينة مراكش وقعت على هذا الميتاق فإن ألمانيا رغم أنها وقعت عليه يمكن التلتزم ببند ترغب هي أن تلتزم به ولا تلتزم ببند آخر مثلا يمكن حتى أنه لو وقعت عليه وفي ذاك الميتاق لا يوجد مهاجر غير شرعي يمكن ألمانيا تقول لا أنا حرة أختار ما يناسبني لإني عندي قوانين بلدي سوف أختار بأنه نتحد بمساعدة الدول مثلا أعطي أموالا للدول التي يأتي فيها مهاجرين كطور أعمل استثمارات هناك إلى آخرين لكن لا أريد أن ألتزم بإعطاء الأوراق الإقامة إلى المهاجرين الغير الشرعيين الذين في بلدهم لا يوجد حرب أنا لا أريد أن ألتزم بهذه النقطة أريد أن أرحل أولئك الأشخاص كي لا يأتي عندي الناس إذن كما قلت لكم ميتاق رائع فيه بند جيدة لكن الدول يمكن أن لا تلتزم بأي شيء لا ترغب بالالتزام به لو كانت تلتزم بها الدول كان هذا الأمر رائع بالنسبة لأصدقائنا عندنا أصدقاء كثير عندهم رافضوا عندهم ترحيل هذا الأمر سوف يستمر للأسف حتى لو أن ألمانيا التزمت به سيستمر على الأقل الآن ممكن أن يتغير الأمر ستقولون لي لماذا أمريكا والنمسا رفضتها أمريكا أمريكا ترامب تعرفون منهج يميني النمسا حكومة تخاف يعني حكومة عندهم ائتلاف مع اليمين الشعبوي خايفين النمسا خايفة مستشار النمسا السيد كورتس خايف خايف من الائتلاف إذا وافق سوف تنهار حكومته فوافق قال أوكي نحن أيضا ضد هذا الأمر عندما شاهدت فيديوهات المعارضين من النمسا ومن أمريكا ومن أستراليا إلى آخر قالوا بأنهم يخافون على سيادة بلدهم يخافون بأن هذا الأمر حاليا غير ملزم لكن يخافون أن يبقى أو أن يصبح ملزما بعد خمس سنين أو بعد عشرة سنين لذلك لا يرغبون بالتوقيع عليه أصدقائي حزب البديل في ألمانيا أيضا يرفض التوقيع عليه وحزب البديل في ألمانيا يعمل ضغط ويقول إذا وقعت عليه ألمانيا فإن ألمانيا سوف تفقد سيادتها على بلدها رغم أن الميتاق غير ملزم ويمكن أن ألمانيا تلتزم فقط ببند واحد من الخمسة وعشرين أو لا تلتزم بأي بند أو تلتزم بكل البنود فهم متخوفون بأن يكون هذا الأمر يعني دافع لهجرة غير شرعية أصدقائي هذا الأمر أيضا ملزم يعني إذا وقعت عليه الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط من دولنا ستلتزم هي أيضا إذا جاءها مهاجرون ستلتزم هي يعني لن تكون مجبرة لكن ستكون ضمن هذا الاتفاق ويمكن هي أيضا أن تختار هل تعطي إقامة مثلا دول مثل نعرف بأن المغرب الجزائر تونس ليبيا مصر لبنان الأردن من أيضا دول الخليج السودان سوريا أيضا فلسطين فلسطين لا توجد اليمن لا يعني الدول التي يذهبوا لها الآن المهاجرون كطر يذهبوا لها الآن مهاجرون كطر مهاجرون من أسيا وإفريقيا يذهبون إليها يمكن أن هذه الدول التي ذكرت هي أيضا أن تعطي إقامات لأولئك الناس الدولة الوحيدة حاليا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تعطي إقامات للمهاجرين واللاجئين هي المغرب المغرب لأن المغرب وتركيا يعني تركيا أظن أنها أيضا تعطي إقامات المغرب أيضا يعطي إقامات لأفارقة من جنوب الصحراء يعني شمال إفريقيا أفارقة من جنوب الصحراء عندما يأتون من أجل الهجرة إلى أوروبا فهناك دول مثل المغرب تعطيهم أيضا إقامات إلى آخره فيمكن أن مصر أيضا تبدأ بإعطاء إقاماتها والجزائر تعطي أيضا إقامات أو إلى آخره بعد هذا الالتزام لأنه غير ملزم أحببت فقط أن أعطيكم صورة حول هذا الميتاق أتمنى أن تكون الآن الصورة قد وضحت شيئا ما سيكون الاجتماع الشهر المقبل إذا كان هناك أي جديد سوف أخبركم به شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء